الزميل في غرفة الأخبار الصحفي وليد البوكس مرحبا بك وليد إذن الحادث ليس حادث عرضي وإنما هو مسلسل مستمر استهداف ممنهج ضد الصحفيين منذ عامين بشتى الطرق وصلت لحد القتل الحكم بالإعدام والاختطاف والتعذيب إلى أين يستمر هذا المسلسل وما الذي يمكن أن يوقفه نعم أمل بداية دعيني أعزي الأسر الزملاء المصورين الذين استشهدوا اليوم في تعز وندعو الله بالشفاء للجرحة الوضع في تعز خطر وخطر الغاية وصارت بيئة أيضا ليست آمنة تماما للصحفيين بحكم محاصرة المدينة بحكم أيضا الإيغالة الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع بقتل وقصف المدينة نحن أمام مسلسل يتزايد ومتوالية ترتفع كل يوم ويدفع في المقدمة الصحفيين والمصورين ضريبة تحرير المدينة من هذه الجماعة كما روى أحد الناجين الآن قبل قليل هيكل من الحادثة بأنهم استقصدوا بالقصف إذن هي نحن أمام جرائم دقيقة وممنهجة ومركزة ضد الشهود لإسكاتهم ضد إخراس أصواتهم ضد محاولة قتل ما يمكن أن يكون إدانة لهذه الميليشيا وهذه الجماعة في المستقبل ولكن دعيني أيضا أمل أن أوجه نداء باسم هؤلاء المصورين باسم الزملاء الصحفيين في الميدان في جميع الجبهات بأن لنقابة الصحفيين الجمنيين للاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي بأن يحركوا قضايا ويرفعوا ويبادلوا برفع قضايا ضد هذه الجماعة ومن يقف وراءها لاستيدافها بشكل ممنهج ومركز الصحفيين في الميدان الصحفيين معروفين والمصورون أيضا هم لا يحملون أي أسلحة لا يحملون سوى كاميراتهم وعدساتهم ولذلك هذا القتل الممنهج والكم الهائل من الدم المراقب تعز وغيرها من الجبهات بالذات باستهداف الصحفيين يجب أن يقف يجب أن يحاكموا على هذه القضايا نحن أمام جرائم متوالية ومتتالية يجب أن يحاكموا علي هذه الجماعة أن تحاكم على هذه القضايا وبالتالي على الشهود أن يستمروا في توثيق هذه الجرائم لحظة بلحظة لتستمر أيضا لأن في المقابل لأن المدنيين أنفسهم إذا غاب هؤلاء الشهود سيضح المدنيين أيضا وستغيب الجرائم التي تمارس في المدينة أشهد أيضا على من تبقى من الزملاء أو المتواجدين في الجبهات ولكن يجب عليهم أيضا أن يأخذوا بأدوات السلامة والحماية في هذه اللحظات نعم ولكننا في ظروف استثنائية وصعبة وليد كما تعلم حتى أنه لن تبكن من إيصال أدوات الحماية لهؤلاء إلى أماكن عاملهم كما ذكرت أنها استهداف ممنهج ومقصود ومستمر ويتفاقم مع الوقت في مقابل هذا الرد الفعل ليس بالمستوى المطلوب من قبل الجهات المعنية سواء نقابة الصحفيين أو الاتحاد الدولي للصحفيين أو النظمات الدولية المعنية بحماية هؤلاء ما سبب هذا المستوى المتدني وما هو الدور الرسمي للحكومة الشرعية في هذا الملف الحساس وعميق الجرح؟ أي دور الحكومة في هذا؟ لماذا لا تتحرك؟ ما الذي يمكن أن تقدم الحكومة؟ نعم يبدو لي أن هناك توثيق لكل هذه الجرائم أو هو من المؤكد أن هناك توثيق نقابة الصحفيين توثق المنظمات الإنسانية والدولية توثق أيضا بما فيها طبعا اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وهناك أيضا انتهاكات تقع بشكل يومي ضد الصحفيين والمصورين لكن بالنسبة للجهات الرسمية والجهة الحكومية يبدو الوضع مشوش قليلا أو غير واضح بالنسبة لهم أحد المصورين اليوم هو أيضا يعمل لحساب القناة الرسمية الفضائية اليمنية التي أيضا هي شرعية الجهات الرسمية والحقوق الإنسان والوزارات المعنية ووزارة الإعلام حتى الآن حتى هذه اللحظة لم نسمع تصريح واحد لم يزدلوا بيان حتى اللحظة لم يقولوا لنا أينهم بالضبط واقفين من هذه الجرائم التي تقع بحق الصحفيين والمراسلين والمصورين نحن أيضا أمام لحظات عصيبة هي لحظات معروفة منذ عامين أو سنتين هي حرب أيضا إن لم يكن الصحفيين واقفون في الواجهة فمن سينقل هذه الأحداث ومن سيوثقها أساسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر